بسم الاب والابنة والروح القدس الاله الواحد امين في مرة من المرات الشاب كده في سن الجامعة راح الدير والدير ده كان في الصعيد فابونا من احد الرهبان ماشي شافه عارف ان ده شاب من الشباب اللي جاييني قدوا خلوة في الدير يعني 3 اربعة ايام كده فبيسلم عليه قال له ازايك يا جديس جديس يعني يا قديس ازايك يا قديس فالشاب الحقيقة وقف كده وقال كلمة لابونا قال له من فضلك يا ابونا بلاش ترياء قال له من فضلك يا ابونا بلاش ترياء فابونا راح وقف ورجع خطوتين قال له يا ابني ما بترياءش انت جديس قال له جديس ازاي انا خاطي قال له خاطي وجديس بس انا ما عنديش وقت ايه اتكلم معك وبعدين الشاب ده اتلخبط وقال يعني ابونا بيقول انه مش مكتري ازاي يعني انا قديس وبعدين جه ورجع بلده من الدير وابتدى يسأل هو يعني ايه الواحد يتقال له قديس هو انا ممكن اقول ان انا قديس وهل ممكن حد يقول انك انت قديس علشان كده النهاردة عاوز اتكلم عن موضوع عنوانه هل انا قديس هو العنوان غريب قوي هل انا قديس الحقيقة محدش فينا يقدر يمشي كده يقول على فكرة جماعة انا قديس تعالوا احكلكم على الفضاء البتاعتي تعالوا احكلكم على القداسة بتاعتي تعالوا احكلكم على الصلوات الطويلة بتاعتي تعالوا احكلكم على المعجزات اللي انا بعملها لا طبعا ما عندناش حد يقدر يقول كده بس برضو عندنا آية تانية الآية التانية قالها القديس بطرس في رسالة الأولى قال إيه في رسالة الأولى قال نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قدسين لأنه مكتوب كونوا قدسين لأن أنا قدوس ويقول الكتاب المقدس في آية تانية القداسة التي بدونها لا يمكن إرضاؤه يعني إيه يعني مش ممكن من غير القداسة نرضي ربنا يعني محدش هيخدش السماء من غير فكرة القداسة لكن برضو عشان نتكلم مع الشباب ونقوله حياة القداسة هيحسوا أن الموضوع ده صعب علينا قوي كشباب إحنا فين والقدسين فين إحنا غرقانين في الخطايا وبنتوب أحيانا ونرجع للخطايا تعالوا بقى نفكر مع بعض هو أنا قديس ولا أنا مش قديس واسمحولي أبتدي الموضوع ده من البداية وبعدين نفهم يعني إيه كلمة قديس الحقيقة أنت فعلا قديس إزاي هعكيلك على حاجة أنت ما تفتكرهاش لأنك كنت في مرحلة اللاوعي إيه اللي عاوز أفكرك به اللي عاوز أفكرك به إنك لما كنت طفل وتعمت خاركت من جرن المعمودية لبسناك حاجة بيضة قد تكون تونية أو فستان أبيض لو كانت بنوتة ولبسناك الزنار ولبسناك تاج فوق راسك ولفينا بك في الكنيسة وفضلنا نقول أكسيوس لو كنت أنت ولد وأكسياس لو أنت بنت ولما بقول كلمة أكسيوس أو كلمة أكسياس دي معناها إيه معناها ده مستحق أو هو ده التمجيد اللي بيتقال للقدسين لما بنعلهم تمجيد يا يعني الكنيسة زفتني بردبة قديس آه طبعا أنت خرقت من المعمودية اسمك الكتب في سفر الحياة فإزاي يكون اسمك مكتوب في سفر الحياة ومنقولش عليك أنك أنت قديس خلي بالك هو أنت فعلا كده بس أنت في إيدك برضو أنك تمسح بأفعالك اسمك من سفر الحياة فخلي بالك الموضوع حساس وتعالي نتكلم فيه علشان نعرف هو إيه هي حياة القداسة وإيه المطلوب مني هنتكلم المرة دي والمرة الجاية بس أنا النهاردة عاوز أتكلم في صفات القديس عشان لو اتكلمت معك في صفات القديس هتعرف إيه هو القديس اسمح لي عاوز أبتدي إن أنا أصحح لك معلومة معظم الناس فاكرة إن القديس هو اللي بيعمل معجزات القديس هو اللي بيخرج شياطين ده إحنا عندنا آية في الكتاب المقدس آية الحقيقة أتخد إيه الآية دي بتقول إن المسيح بيقول في ناس هتجولي وتقولي أليس بإسمك تنبأنا أليس بإسمك أخرجنا شياطين وصنعنا قواتي يعني الناس كانت تعمل معجزات الناس كانت تخرج الشياطين هقولهم ابعيدوا عني يا ملاعين لست أعرفكم أو ابعيدوا عني يا فاعلي الإسم أنا معرفكمش ينهر بيض أم للقديس هو مين القديس ببساطة يا جماعة هو إنسان عادي زي وزيك بس الحقيقة هنشوف صفاته إيه علشان نعرف إن القداسة دي حياة ممكنة لأن من غيرها محدش هيخش السماء بغيرها لن يعين أحد الله زي ما الكتاب المقدس بيقول كده لن يعين أحد الله إلا إذا كان يسلك بالقداسة طيب مين هو القديس ناخد بقى وحدة وحدة أول حاجة القديس ليس هو الإنسان الذي لا يخطئ ولكنه إن أخطأ تابة يعني إيه الكلام ده في ناس بتعتقد إن القديسين دي ما بتغلطش لدرجة إن فيه واحد ممكن يجي يروح لأب الكاهن يكون أب الكاهن كده وقور وبيحب ربنا ومعروف عنه البر فيقول له إيه يقول يا ابونا هو أنت بتغلط هو يا ابونا أنت بتغط زينا أطبع مفيش إنسان ما بيغلطش حتى لو كانت حياته يوماً وحداً البابا كيرولوس آه كان بيغلط أم اللي كان بيروح يعترف على إيه البابا شنودة آه ممكن يكون بيغلط لازم ده إحنا كلنا بشر يا جماعة مين فينا عمل كل الوصايا بدرجة مية في المية فالحقيقة القدسين كانوا بيعترفوا بيعترفوا لأن حاسين إن مفيش برهم ناقص ولسه قدامهم كتير عشان ينموا في البر والقداسة فكانوا بيروحوا يعترفوا بخطاياهم خطاياهم إزاي خطايانا لكن الحقيقة كانوا بيعترفوا بخطاياهم هل عندنا إحنا بنقول يا جماعة سر الاعتراف للخطاء لكن القدسين ما يعترفوش سمعتوا حتى قال كده كلنا بنعترف يبقى كلنا بنخطي وبنقول في الصلاة بتاعتنا إن مفيش إنسان من غير خطية لو عاش يوم واحد على الأرض فأنا بغلط وإنت بتغلط قال له يبقى إحنا خطاء أو إحنا خطاء أيها بس إنت ناس النص التاني أنا قلت لك إن القديس إنسان بيغلط بس بيتوب بسرعة هي دي بقى حياة القداسة إن من قطر ما هو مش طايق الخطية ما بيأجلش التوبة أول ما بيغلط يقدم توبة أول ما بيغلط يقدم توبة زي ما هقولك حاجة فيه واحد بنقول عليه ماشي في حياة النظافة وفيه واحد مش ماشي في حياة النظافة إيه الفرق بينهم اللي مش ماشي في حياة النظافة ده بيستحمى فين ولا فين وتبقى ريحته صعبة وهو مش حاسس إنه روح توعش ده اللي مش عايش في حياة القداسة طب اللي عايش في حياة القداسة لما بيخرج بيعرق ولا ما بيعرقش بيعرق وبيتطرب ولا ما بيطربش بيتطرب بس عشان هو نظيف أول حاجة يعمله لما بيخش البيت بيستحمى فقل له يا سلام الإنسان ده نظيف قوي ما يطقش الطراب ولا يطق العرق يعني بيعرق وبيتطرب بس الحالة الدائمة بتاعته هي حالة من حالات النظافة يبقى أول تعريف للقديس ليس هو من لا يخطئ يعني أوقات الواحد يقول لي تتصور يا أبونا أنا دخلت الكنيسة ولقيت أبونا بيوش خطف واحد أبونا غلط ولا ما غلطش بصرف النظر أبونا غلط ولا ما غلطش أبونا بشر وممكن يكون يعني ممكن يكون بيزعق عشان معه حق إنه يزعق في واحد عمل غلطة كبيرة أو ممكن يكون معهوش حق ومكانش المفروض يزعق بس أبونا بشر وغلط مش المفروض ده يكون أبونا قديس آه مين قالك إنه أبونا مش قديس مش ممكن بعد ما غلط يكون دخل الهيكة وسجد وباس المسبح وقال له ارحمني يا الله عزيزي برحمتك وربنا إيه بلتبته يبقى في الحالة دي جدد عهد القداسة يبقى القعدة الأولى أوعة تفتكر إن القديس ما بيغلطش لا القديس بيغلط بس الفرق بيني وبين القديس إن أنا ممكن غلط غلط فوق غلطة فوق غلطة القديس معه أستيكة التوبة كل لما يغلط يقوم جري علشان يمسح الخطيئة بتاعته عرفته يعني إيه بقى الراهب كان معه حق لما كان بيقول للشاب يا قديس مدام إنت جاي الدير وجاي التوب وجاي تتناول إحنا في القداس بنقول كده القدسات تعطى للقدسين يعني أنت هتبقى ربنا يعتبرك في القداسة طول ما أنت بتتوب وبتتناول جسده مش معنى كده إن أنا كن أمشي مغرور وأقول أنا قديس محدش فينا بيقول كده إحنا دايماً بيقول أنا غلبان أنا خاطي أنا ضعيف يا رب أسر علي لكن الحقيقة القداسة موجودة طول ما التوبة موجودة يبقى أول صفة من صفات القديس إيه؟ أنه ليس إنسان بلا خطأ ولكنه إنسان بعد ما بيغلط بيتوب وبيتوب بسرعة هي دي القداسة طيب إيه تاني في حياة القداسة؟ تاني حاجة بتميز الإنسان اللي عايش في حياة القداسة إنه عايش معنا بس قلبه في السماء ياه تاني 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 عايش معنا بس قلبه في السماء يعني إيه عايش معنا يعني لازم يشتغل عشان يأكل واشرة ولازم يهتم بشغله يكون أمين فيه ويدي له حقه لأنه دي وصية ولازم يصرف على أولاده ومراته فيعني إنسان ما بنرويش لازم تروح تتراهب لأنه في ناس فاكرة إنه وصية المسيح دي عشان الواحد يطبقها مش هينفع يطبقها قال لما يعيش في الدير الحقيقة لا لو عدينا عدد الرغبان اللي في مصر هيتلعوا كام ألفين راهب طب إحنا عند إحنا كام إحنا 14 مليون أو 15 مليون يعني يعني القاعدة إن الناس بتتجاوز وبعض المدعوين لحياة البتولية وحياة التفرغ الكامل للتسبيح دولا بيروحوا للدير بس الحقيقة هل معقول حياة القداسة لألفين راهب طيب هقول لكم حاجة قبل الأنبانطنيوس في القرن أواخر الثالثة وبداية الرابع الملادي أو في القرن الرابع الملادي قبل الأنبانطنيوس عاوز أسألكوا سؤال ما هو ما كانش فيه رهبان هل معنى كده إن ما كانش فيه قدسين قبل الأنبانطنيوس الحقيقة لا يبقى عاوز أقول حاجة إن القداسة ممكنة في العالم بس المشكلة مش في أنك أنت بتشتغل ولا ما بتشتغلش لا المشكلة مين نمرى واحد في قلبك مين نمرى واحد في قلبك يعني فيه واحد الشغل والنجاح والتحدي والترقية ومش عارفه إيه في الشغل هو ده نمرى واحد فممكن يغلط ممكن يخبص على زميله ممكن يشعر بزميله عشان هو يبقى بله خطية ويبقى في عينك كله هو أحسن واحد لا ابن ربنا مش كده ابن ربنا عارف إنه لازم يعيش بأمانة على الأرض فلو طالب يذاكر كويس ولو موظف يشتغل كويس لكن أهم من كل ده إن قلبه في السماء أشبههالكو إزاي واحد شغال في دولة عربية وممكن الدولة العربية دي الحقيقة يعني تكون الظروف فيها صعبة أو فيها حر وفيها تعب وفيها مجود جبار آه الإنسان ده بيعمل إيه أقول لكم بيعمل إيه بيشتغل بأمانة بيشتغل بأمانة لكن مش حاسس إن الدولة العربية دي بلده هو حاسس إن بلده في حتة تانية فهو شغال في الكويت ما يقدرش ينام من غير ما يتكلم على الواتساب أو الفيسبوك مع زوجته وأولاده ويشوفهم ويشوفوه قلبه متشعلق ببلده الإنسان القديس اللي عايش على الأرض عايش على الأرض بياكل ويشرب ويشتغل ويشتر عربية ويجيب شقة ويتجوز وينجيب ناس لن كل ده مش غلط بس قلبه فين قلبه في السماء قلبه فين قلبه مع المسيح في ناس كتيرة شفناها كده مش مشغولة بحاجة قلب ربنا يبقى هو عايش القداسة على الأرض طب ما هو أقول لكم حاجة أبونا الكاهن ده متجوز ولا مش متجوز متجوز عنده أولاد ولا ما عندوش أولاد عنده أولاد بيهتم بتعليمهم ولا مش بيهتم بتعليمهم بيهتم كل ده موجود في أبونا الكاهن بس أهم حاجة عنده إيه إن هو وأولاده يروحوا السماء مش مهم بقى تكون كل حاجة في الأرض عشرة على عشرة بيكتهد آه لكن فرضاً الظروف ما سمحتش غير بكده المهم إن احنا نكون في السماء عند ربنا قلبه في السماء قلبه مشغول في السماء قاعد معانا كده ولو سرح يسرح في ربنا بيحب ربنا قوي بيحب السماء قوي يبقى القديس مش واحد عايش في دير ولا عايش في مغارة ولا عايش في ألايا لا القديس عايش في وسطينة لكن قلبه فين في السماء ده حتى أبونا ممكن يدحك عليه ويبقى قلبه في الخدمة أكتر ما يكون قلبه مع ربنا تبقى الحرب ساعته حرب إيه شديدة قوي وأبونا ده ادحك عليه علشان كده حبيبي في الكنيسة بتاعة أفاسوس اللي هي أول كنيسة من سبع كنيسة سيفر رؤية المسيح يقول إيه يقول له أنا عارف أعمالك وتعبك في الخدمة لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى يعني إيه تركت محبتك الأولى يعني بقت الخدمة على بالك وأنا مش على بالك بقت الحقيقة بعيد عنك عني بقلبك يا بني اعتني قلبك هي دي القداسة إبراهيم أبو الأباء كان قديس إزاي راجل عايش على الأرض آه بس شاف الأرض كلها غريبة يا ربنا يقول له أسكن هنا أسكن هنا سيب البلد دي سيب البلد دي ويرتحل إبراهيم ومطرح ما يرتحل يدق الخيمة ويبني مسبح لربنا علشان يعمل زبيح مش فرق معي عيش فين فرق معا أن يكون مع ربنا وخلاص أي حتة كويسة طالما فيها ربنا مرة سأله واحد قالوا له السماء فين قالوا هي فوق ولا تحت ولا إيه بالزبط قالوا من الحقيقة السماء هي المكان اللي فيه ربنا والمكان اللي بلاقي فيه ربنا فلما بخش قطي واقفل على نفسي واقول ترنيه ما وصلي بقت هي دي السماء لو أنا روحت دير واعدت مع ربنا ثلاثة أيام بقت هي دي السماء لو أعدت أنا وزوجتي على السرير بنقرأ إصحح من الإنجيل ونتكلم مع ربنا يبقى بقت هي دي السماء يبقى بقول القداسة في الثاني نقطة فيها مش معناها إنك أنت سايب كل حاجة لأ أنت عايش على الأرض بس قلبك في السماء قلنا نقطتين النقطة الأولانية القديس إنسان مش ما بيغلطش لا بيغلط بس بيتوب وقلنا القديس كمان عايش معانا على الأرض بس قلبه فين في السماء ربنا يديني وديكو لأني بنتسرق في دي شوي هقول صفة ثالثة من صفات القديس القديس مش بالضروري يكون دارس لهوت ولا إكلريكية لكن عنده استنارة الروح القدس عاوز أحكي لكم حكاية حكى هلنا واحد اسمه الدكتور من أولاد الكنيسة المحبين أوي اسمه الدكتور جوزيب فالتس قال لنا مرة لما كان بيدرس في اليونان ده خلوهم الدكتور بتاع الكلية الإكلريكية في اليونان في أتينا وقال لهم مين هو الإنسان اللهوتي فكل واحد جاوب إجابة فواحد قال إيه قال إنسان اللهوتي هو اللي دارس لهوت واحد تاني قال الإنسان اللهوتي هو اللي عامل دراسات مش عارف في العقيدة واحد تالت قال الإنسان اللهوتي هو الإنسان الكنسي فالحقيقة الرجل قال لهم ولا حاجة من دولة الإنسان اللهوتي هو الإنسان اللي عنده استنارة الروح القدس يعني إنسان بسيط بيتكلم مع ربنا من قلبه في كل حاجة فربنا يفتحنيه على كل حاجة قاله مهديكم مثل القديس الأنبى أنتونيوس أبو الأباء الرهبان كلها اللي كان من مصر عارفين التعليم بتاعه كان إيه؟ إيه؟ أمي يعني إيه أمي؟ يعني كان يجهل قراءة الحرف القبطي والحرف اليوناني كان فيه لغة عمية اللي هي لغة الإبطية وفيه لغة العلم اللي هي اللغة اليونانية تتصوروا الأنبى أنتونيوس اللي فرخ كل الرهبانة دي كلها كان أميا ولا يستطيع القراءة على الألوة يعني كانت فترة كبيرة بحياته أنا مش عارف بعد كده اتعلم ولا ما اتعلمش لكن الحقيقة كان داريان قوي وعنده استنارة بكل أقوال الكتاب المقدس وكان الأنبى أنتونيوس المرشد الروحي للقديس الأنبى أساناسيوس ولما سمع بمتعبه نزل عشان يسنده معقولة كده؟ آه معقولة يعني الأنبى أساناسيوس اللي كان يعرف اللغة اليونانية الأنبى أساناسيوس اللي كان يعرف اللغة القبطية كان المرشد الروحي بتاعه إنسان عنده استنارة أقولكم على واحد تاني مش هتصدقوني أو الجيل الجديد مش هتصدقوني من أشهر القديسين في العصر الحديث بتعنامين؟ البابا كيرولوس السادس إيه رأيكم؟ ده حتى الكنيسة أعلنت أنه بقى من القديسين في المجمع المقدس بتاعها طيب عاوز أسأل سؤال إيه الشهادات اللي حصل عليها البابا كيرولوس السادس؟ عارفين إيه؟ السنوية العامة البابا كيرولوس السادس ما كانش معاغر سنوية عام بس كانت عنده استنارة وعنده شفافية وما كانش حد بيقدر يدحك عليه وكانت عنده شخصية قوية قوي خلت رؤساء دول يحترموه ويحسوا بمهابته البابا كيرولوس السادس معاه سنوية عامة لكن كان قديس فالحقيقة القديس مش واحد درس لهوت أصلي فيه ناس بتفتكر أنها لو خدت الكولي إكريكي دي حاجة كويسة أنا مش ضد الكولي إكريكي أو خدت ماجستير في اللهوت أو خدت دكتوراه في اللهوت ولبسناله وشاح وسقفناله وبقى لقبه في الكنيسة الدكتور فلان فلاني اللي واخد دكتوراه الحقيقة مش هي دي القداسة القداسة ممكن يكون إنسان فلاح أو بسيط قلت لكم على الأنبى أنتونيوس والبابا كيرولوس وغيره كتير أقول لكم على واحد تاني إيه رأيكم في القديس المعاصر أبونا مخايل إبراهيم اللي كان أب باعتراف للأصغفة ومرشد للبترك اللي هو البابا شنودة وكان يحبه جدا جدا ويحب الجلسة معها عارفين أبونا مخايل اللي كان مرشد روحي للبابا شنودة التالت العلامة اللي كان واخد دكتوراه فخرية من أكتر من دولة وأكتر من جامعة البابا شنودة اللي كان واخد اللي صنص مش عارف في كلية الأداب واخد بعد كده باكارولوس العلوم اللي هو تفل إكلريكية البابا شنودة اللي درس من المراجع بالفرنساوي ودرس من المراجع بالإنجليزي إيه ده بقى إيه الشخصية الجبارة الفزة دي عارفين المرشد الروحي بتاعه مين أبونا مخايل إبراهيم كان راجل معاه الابتدائية القديمة عارفين يعني ابتدائية قديمة يعني قول ساوي كده يعني تعليم كده زي مثل قولة سنة أو تاني سنة ودلوقتي إيه ده معاه ابتدائية وبقى كاهن آه عنده استنارة علشان كده الإنسان البسيط اللي بيقفق قدام ربنا يبتكلم في صعيدة في الصعيد شفتهم بعناية شغالين في صناعات بسيطة قوي إيه اللي شغال استورجي واللي شغال مش عارف مساعد نجر واللي شغال إيه أنا لما بشوفهم بيصلوا بيكلموا مع ربنا جسمي بي أشعر لأن الحقيقة دولا ما خدوش قولة ابتدائي حتى لكن قدسين في المسيح بيحبوا ربنا من كل قلبهم وحفظين تسبحة وحفظين ألحان إم تعملوا كل ده بيحبوا المسيح إحنا قلنا كام حاجة دلوقتي في القديس قلنا نمر واحد ليس القديس هو من لا يخطئ ولكنه إنسان وإن أخطأ تاب سريعا قلنا القديس هو إيه عيش معنا بس قلبه في السماء قلنا القديس هو إيه مش دارس لهوت لكن عنده استنارة الروح القدس نقول حاجة كمان عن حياة القداسة أو هل أنا قديس القديس ليس بالضرورة أن يكون شادما يعرف أن يتكلم عن الله ولكنه شادما لله ويعرف كيف يتكلم مع ربنا علشان العوان ده كبير أوي هختصره يمكن أنا ما بعرفش أوعز عن ربنا لكن بعرف أتكلم مع ربنا تاني القديس ليس من يتكلم عن الله ولكن القديس من يتكلم مع الله وأرجع تاني وأديكم أمثلة من الحياة اللي إحنا عايشنا مين فيكم فاكر وعظة وحدة ألها البابا كيرولوس السادس ولا وعظة وحدة في حياته ما بيرابش هو طب دي قللك من قداسته ده أنت البابا ولازم تكون معلم لا أنا ما عنديش موهبة التعليم عندي موهبة الصلاة عندي موهبة في حاجات تانية آه ربنا الدهاني لكن أنا ما عرفش أوعز فطيب لو عاوزين حد يقول كلمة يجيب كاهن يقول الكلمة في وجوده يجيب أسقف يقول الكلمة في وجوده لكن أنا ما بوعز صدقوني لا توجد عظة وحدة مسجلة للبابا كيرولوس السادس عاوز أسألكوا سؤال هل بابا كيرولوس ما كانش قديس؟ كان قديس أيامه ما كانش فيه جرامافون وما كانش فيه استوانات وما كانش فيه شرائط التسجيل كان فيه بدليل إن فيه قدسات متسجلاله لكن ما فيش ولا عظة متسجلاله طيب أنت ما بتعرفش توعز مش دي عيبة بصراحة عيبة باخي قوي البطرك وما بيعرفش هوعز أنا ما بعرفش أتكلم عن ربنا حلو زي البابا شنودة أو الأنبا شنودة التالت اللي هو كان ساعتها الأنبا شنودة أسقف التعليم أنا ما بعرفش أتكلم زي الأنبا غرغوريوس ولا عرف أتكلم زي أبونا بشو كامل ولا عرف أتكلم زي الأنبا شنودة الأسقف لكن أعرف أتكلم مع ربنا ولما أتكلم مع ربنا ربنا بيجاوبني وبيسمعني وبيريحني في ناس بتبقى عاوزة تبقى خادمة عشان تتكلم وتوعز عن ربنا حتى لو فاصل مدارس أحد حاجة كويسة لو ربنا بيدي لك الموهبة دي لكن لو ربنا ما دي لكش الموهبة دي القدسين القدسين طيب أبونا في التاقس السورياني وعظ موعظ أبونا من التاقس السورياني وعظ موعظ ناس كتيرة قوي نسمع عنها موعظتش خالص لكن الحقيقة كانت كل همها إنها بدل ما تتكلم عن ربنا تتكلم مع ربنا فالقداسة سكة مفتوحة للكل أنا خايف بس وقتنا ما سعفناش إن إحنا ناخد نقطة جديدة هو فعلا هكتفي إن أنا أراجع اللي أنا قلته قلت إن لما نقول عليك القديس ده مش ترياءة بس إنت أسأل نفسك هل أنا قديس طبعا هتتخض من الكلمة دي أمال هنقول إيه بقى صحيح أنا مش قديس بمعنى القداسة بتاعت القدسين ديت أو الشهداء أو إن أنا أقول لا لا ما عندناش حد يتكلم على فضائل أبدا ده لو قلت أنا فلان يبقى سقطت خلاص من سكة القداسة أمال إيه القداسة فشرحناها لينا أنا ممكن أسلك في حياة القداسة ده معناه إن أنا ما بغلطش لأ أنا بغلط بس بتوب بسرعة أنا ممكن أسلك في حياة القداسة إن أنا أكون راجل متجوز وعايش وعندي بيت وعندي مصاريف وبضبر أموري لكن الحقيقة في نقطة مهمة قوي إن أنا قلبي يكون مع ربنا إن القديس ليس من يدرس اللهوت ولكنه عنده استنارة روحية بعمل ربنا لجواله إنه عارف يتكلم مع ربنا القديس هو مش اللي بيوعز القديس هو اللي بيعرف يتكلم مع ربنا كل القديسين كل القديسين مهما اختلفت فضائلهم واختلفت مواهبهم كلهم اجتموا على حاجة واحدة إن كلهم كانوا بيعرفوا يتكلموا مع ربنا كويس أعتقد إن ما بيش وقت نبتدي نقطة جديدة لكن بنعمة ربنا هنكمل الموضوع المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين